طبعا هو في العرفة العسكري أو العرفة الإنسانية العرفة الدولي الأخلاقي كلها انتهاكات جسيمة مخالفة لقوانين جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافية وخاصة المادة 52 و 51 الأعيان المدنية في العرفة العسكري هناك قواعد للاشتباك المملكة العربية السعودية ودائما ما نتحدث إننا اتخذت ثلاثة أبعاد ومسارات المسار السياسي المسار الإنساني والأخلاقي المسار العسكري وإن كنا دائما نشير أن المسار العسكري لا بد أن يأخذ أولوية قصوى خاصة في التعامل مع هذه الميليشيا ميليشيا لا قيم لا مبادئ لا أخلاق إنسانية مختطفين الشعب اليمني وخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية واتخاذ الأعيان المدنية كما نصات لإطلاق الصواريخ والمفخخات والمسيرات واستغلال جغرافية اليمن المعقدة والمركبة في المناطق الجنوبية وهناك 75% من السكان اليمنين دغمغرافية اليمن وطبيعتها 75% من السكان مرتكزين في المحافظات الشمالية والشمالية الغربية أو ما يطلق عليه محافظات طوق صنع مملكة عربية السعودية مملكة الإنسانية الأخلاق والاتخذة جميع المسارات بينما هذه الميليشيا هي ميليشيا ولائية انتهازية لا يعنيها قيمة الإنسان أو حياة الإنسان الزج بالأطفال الاتخاذ المناطق الجبلية كدروع أو كهوف حصار المدنيين وتشويعين هناك 139 مخيم في مأرب والإطلاق هو إطلاق داخل اليمن وإطلاق نعابر للحدود فما استخدموا الأعيان المدنية واليوم نلاحظ هناك إنذار ملوكة العربية السعودية اتخذت إجراء في 19 ديسمبر أنثرت العوثيين المناطق أو الاتعاد عن مطار صنعاء 48 ساعة وهذا يعني يدلك أن المملكة العربية السعودية فعلا حريصة على المدنيين الذين يتوغلون ويتغلغلون بينهم والضربات والضربات يعني متتالية الآن في مناطق مهمة اللي هو ما نسمي مناطق العمق التكتيكي ومن ثم يمكن أن نطلق عليه العمق الاستراتيجي مناطق وأعيان مدنية مطار صنعاء ورح نتحدث بتاعة نعم